سجل حافل من التشدد والانضواء تحت ألوية الجماعات المتطرفة هذا ما أكدته التحقيقات حول الشقيقين الذين تتهمهم السلطات الفرنسية بالوقوف وراء هجوم على صحيفة شارلي إبدو والذي راح ضحيته 12 شخصا فأحدث التحقيقات الأوروبية والأمريكية كشفت أن أحد الشقيقين واسمه سعيد كواشي مكث في اليمن عام 2011 وتدرب مع متطرفين آخرين تابعين لتنظيم القاعدة هذه العلاقة مع التنظيم المتطرف أكدها مسؤول يمني أشار إلى دراية السلطات اليمنية بوجود تعامل بين كواشي والتنظيم هذه المستجدات فيما يخص تاريخ الشقيق الأكبر تأتي بعد الكشف عن سجل لأخيه لا تختلف الأنشطة فيه كثيرا حيث تقول الشرطة الفرنسية إن شريف الذي كان عامل توصيل بيتزا وحالما باحتراف الغناء ودع السجن 18 شهرا بعد محاولة للسفر إلى العراق للقتال مع متطرفين قبل نحو عشر سنوات الولايات المتحدة بدورها كشفت عن عدم وجود ما يستبعد هذه الحقائق لا سيما مع إعلانها أن الشقيقين كانا على لائحتها السوداء وتحت المراقبة الأمريكية ومع استمرار التحقيقات التي تسابق فيها السلطات الأمنية الزمن تتكشف مزيد من الحقائق التي تشير إلى تطرف الأخوين الذين أصبحا على رأس لائحة المطلوبين في فرنسا وربما أوروبا والعالم زينا روابدي العربية